السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة بالنسبة للفيديو اليوم شاء الله سنشارك معكم في واحد القرعة مفيش لحوم كي تدار بالقرعة الخضراء بهكا بها الطريقة يأكلوها الوليدات ميحسوش بها اذا نحتاجو واحد البصلة نضيفوها تشحرف شوية زيت زيتون حتى تنزل نضيفو علها تلسة الحبات القرعة الخضراء مقطعين مكعبات شوية الملحة والبزار ونضيفوه علها ونخلوه على نار مهيلا حتى تنزل القرعة والطيب من بعد غدي نضيفوه البطاطا مقطعه حتى هي مكعبات ومقلية إلا بغيتوا تدروها مسلوقة ممكن تتلقوها انا كنفضلها كمقلية كسعة وحتان خاص اذا غدي نضيفوه على شوية تحماره غدي نخلوه فوق نار غير واحد شوية عيد شحروت طلابة قديك مكونات مع بضياتها بلا تحرق لنا تحماره غدي نفرغوها في واحد الاناء اللي غديدخل الفران بالنسبة للكريمة اللي غديد نرافقو بعد هذا القرعة سوف نحتاجه في علبة القجدة الطارية 20 جرام جود الحبات البيض وهذا المقادر سيكون لحسب لحسب الحجم القرعة أنا دائرة بصلة مع ثلاثة الحبات القرعة شوية مبينة وسطين كبار وثلاثة الحبات البطاطا سوف نضيفو عليه شوية البزار سوف نخلطوه وفرغوه فوق هذا القرعة وسوف نرشو عليه الفرماج أنا عندي مزيج ما بين الفرماج الحمر والمودزغلة كان عندي في الكنجلاتور واللي سوف نخلطو به ودخلو الفران اللي يكون مسخن من قبل حتى سوف نتأكدو من أن هذه الكريمة تكون طابت ونشعلو عليه يتحمرنا من الفوق هذا هو الشكل دياله كيفاش يكون يجي لديد ويجي رائع ممكن أنكم ضفو الكفتة مع القرعة كذلك كاختيار وممكن أنكم تديروا القوام اللي يناسبكم والمقادر اللي تناسبكم وللأمانة هاد الوصفة كنت جربتها من صديقتي فاتي بيل هي تكدير القرعة ترشها بشوية الملحة وتخلى شوية تطلق المعد تضيفها في المقلع أنا فضلت نديرها كون خلى تطلق المادية كل واحد يدير على حساب اللي يبغى وغادي نخلي لكم رابط ديال قناتها في صندوق الوصف نتمنى أنكم تشوفوا قناتها زوينة وصفاتها سهلين واقتصاديين وناجحين نتمنى أنها تعجبكم قناتها كذلك وتشجوها فضلا منكم ومشي أمر لكم ونتمنى أن هاد الوصفة دياليوم تكون عجباتكم وشكرا لكم على التجاه وشكرا لكم على المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله وشكرا لكم على المتابعة وشكرا لكم على المتابعة وشكرا لكم على المتابعة